موسيقى وهي بطولة العالم لكرة للشباب المقامة في اسبانيا من يوم 16 يوليو ل28 يوليو خلينا نرحب بديوفنا الكبار اللي معانا النهاردة معانا نجبين معانا أحمد راضي نجم ندلقالي في كرة اليد كابتن أحمد بساء الخير من نورنا ومعانا دائما وأبدا مدحيث جدا لحراس المرمى معانا نجم كبير وحارس مرمى كبير وصعب بسرعة الساروخ كابتن عبد الرحمنطة بساء الخير أخبرك إيه؟ أخبرك يقول لي عبد الرحمنطة طعف أول بدأ كرة اليد راح كرة اليد راي شمعنا صراحة رحتها صدفة كده صدفة كانوا بفترة كده بيغادونا من المدارس فكانوا بيغادو الناس الطوال والناس اللي أوراد فالفترة دي كنت أنا سابق يعني عندي سن في السن في الفصول وكده رحت نهاية توفية كويس وعدت بس سنة ثلاث سنين وربع سنين معاهم بس فترة دي كده كان يعني طبعاً كنا نجيب نعمل حاجات في البطولات وكده بس فعاكاً رحت انتقلت النبي الأهلي على طول يعني بقل كم سنة فندي أهلي دول عشر سنين بل لك عشر سنين هايل هايل خلينا نحنا نتكلم من هو أنت النهاردة نسيب أحمد رجل شوية أحمد أكيد برد رجل ستقلب يتراوض لكل ناس إزاي بدأت الكرة يادة عشان باب مدربة هندبول ولا علشان انتحب الكرة الأول كانت عشان باب ايه في مجال الهندبول وكده فهو دخلني اللعبة عافية او بالضبط تقريباً يعني عافية عافية وبعد كده ابتدى في فترة لأ يعني سابلي الحرية في أن أنا ممكن لو أنا شايف أن الدنيا صعب علي فيها وأن أنا مش حابة باللعبة فهو قال يعني أن الحرية معايا كأي بس بس أنا حسيت أن لا أنا مرتاح في اللعبة وأن الحمد لله الدنيا بدأت تتحسن كمان لما رحت بقى لنادي الأهلي فحسيت أن اللي هي مش مجرب بقى لعبة يعني بعيدة عن الأضواء وشترفيهية لا لا بالعكس لقيت أن في لأ لازم ناخد أول وبقت فيه يعني حطت جواي حتت أن هي لأ دي لعبة كبيرة وأن هي حاجة مهمة فكملت الحمد لله اتجلت فاركت عليه في كرة اليد وانت لسه ناشو صغير يعني لحقنا كابتن حسين زاكي وكابتن هاني فخران دول بيضربونا دلوقتي وطبعا باكتن أحمد الأحمر وعنده في الأهلي كابتن صابر وكل دول اللي حينهم في يعني في الأواخر ولأ لحقنا يعني تفرجنا على الجيل بتاع اللي هو جيل أحمد الأحمر اللي هو لسه في ناس كتيرة لحد دلوقتي موجودة تحب نتكلم على الأهلي ولا المنتخب نبدأ بإيههم نحن عندنا جزئين اللي حضرتك تشوف اللي حضرتك تشوفي وننكلم مع طعطاء نحن عندك بطولة مهمة وهي بطولة العالم في أسبانيا تأهلتو عن طريق أفريقيا وما شاء الله لما دخلت أفريقيا كسبتو تونس وتونس هو المنتخب العنيد أو المنتخب هو الخصم دائما اللي أبداً بيننا وبينه وكسبتو تلاتين اتنين وعشرين تأمل أهداف فارق نتذكر بس الفائدنا بتاع أفريقيا نحن عفونا بأفريقيا ده نحن كده كده كنا مجهزين في ساعات تولي كابطولة المحروسة للمنصب ده أولا جي دخل لنا أن الصراحة أنا لجي عايز أعمل حاجة في كاس حالة حاجة مادلية في كاس حالة كانت الفترة دي كان فيها بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا دي كانت طبعاً حاجة مهمة بالنسبة لنا بس إحنا رايحين أحنا البطولة اللي قبليها مقبري ما وقفناش بها يعني إحنا رايحين البطولة التانية دي لإحنا نعمل حاجة نخد مادلية ونعوض يعني اللي إحنا عملناه بطولة أفريقيا أنت كنت وإنت ناشئين خسرته والشباب كسبت بس إحنا كن رايحين بطولة أفريقيا دي ان شاء الله اللي إحنا يحنا نخدها لنكيز بعد كده في اللي جاية بطولات أفريقيا مصر وتونس لكن بطولات العالم الفرق مختلفة 284 فريق شايف مجموعة مصر في كاس العالم ازاي؟ هي مجموعة صعبة بس انا شايف ان هي سويد فرنسا كوريا ناجيريا استراليا بالظبط تماما تقريبا يعني لعبنا كل الفرق اللي معنا في المجموعة معايدة استراليا بس وكوريا بس لعبنا مدرستين يعني شبههم هو يعني احنا مركزناش اوي مع الاول احنا كالعيبة يعني طبعا اوما المجموعة بتنزل كلها بنوعد نتكلم مع بعضه والسويد وفرنسا بس بعد كده لما عادنا مرة اثنين مع الجهاز بتدنينا لقينا كلامهم انه هو احنا مش احنا راحين من الاول هدلينا هدف ان احنا ناخد مديليا فايا كانت المجموعة حتى لو ست منتخبات كلنا منتخبات تقيلة لازم اي منتخب يكون قدامنا لازم ان احنا يكون هدفنا ان احنا نكسبه حتى لو فرنسا هي اللي هي مصنفة اول عالم فهو كان الكلام ان احنا مش فارق معانا مين اللي معانا في المجموعة على قد ما هو احنا يهمنا نفسنا بس نركز احنا مع نفسنا طبعا فيه منتخبات تقيلة بس ان شاء الله ده يساعدنا في بعد كده ان احنا لو صعدنا في مركز تاني مثلا مجموعة او اول مجموعة ان شاء الله هيبقى في طريقنا قدام يبقى احنا خلصنا من فرنسا مش هتجيلنا الا الا في خواينا المسلا ان شاء الله او وكمان السويد نفس الوضع نضمن المنتخبين تقال زي دول بعد وعننا في باقي البطول ان شاء الله كوريا ونيجيريا واسرائيا هكلم اعتناها دول بعد ان كلم على الاتنين الكبار اللي هم مهمين نيجيريا واسرائيا اعتقد المستوى متقارب او احنا مستوى نها على كمان نحن احنا لعمنا نيجيريا في افراكيا الفاتثة ما انتقاقنا عليها يعني يحنا مشاف ان الموتش ده متقاوي لك الهكيدنا احترم كل الكرام احترمه طبعا احنا نحترم احترم التاث منتخبات احنا لسه ملعمناش في راية استراليا دي خالص والا كوريا بس ان شاء الله نعب كوريا دي في المعصكر اللي جاي احنا يحنا نحترم لتاثلوم التاثمنتخبات واصلا التاث منتخبات دول اصعى من الموتشين دول الفرنسا والسويد لازم نضمنهم معنا ما يسقط مننا نقطة واحدة منهم عشان نعرف نوصل للأدوار اللي بعد كده ونتفكر في المرشي اللي بعدين أخدتني حتة احنا قدامنا تقريباً قدامنا تقريباً 3 أسابيع تقريباً مزبوط عندنا إيه البرنامج بتاعنا لغاية كاس العالم إن شاء الله مسافرين يوم الثلاث نلعب طولة في سويد نرويج ودنمارك السويد نرويج ودنمارك طولة جملة دي طبعاً يعني احنا كاس العالم فاتة دي ما محتكناش بحد يعني احنا البطولة دي رايحين إعداد قوي جداً للتحاد يعني وقف معنا جامد جداً في البطولة دي وسوبر طلين أنا يعني فترة دي كلها انا شايف الفترة اللي جاية دي يعني إن شاء الله يعني نخش بهندبول أكتر ما احنا فترة دي شايف أن مصر ممكن ترجع عام جهات 93 تاني وتكسب كاس العالم برى مصر يعني كسبته في مصر 93 شباب هل انت شايف ده ممكن يحصل زي ما قلت حضراك في الأول إحنا إن شاء الله إحنا دماغنا كلنا وفرة كلها والجهاز كله والاتحال كله حتى الأسبوع الفترة قعد معنا هما نفسهم ناخد مديرة في كاس عالم وإحنا نفسنا ناخد مديرة نفسنا يعني نجبل الإحساس ده يعني إحنا طبعاً يعني يعني أي حد يتمنى لو ياخد مديرة في كاس عالم وإحنا إن شاء الله يعني قادرين إن شاء الله إن شاء الله قادرين يا رب بإذن الله نتمنى لهم التوفيق بإذن الله في المرحلة التي جاء إنها مرحلة مهمة في حياتهم الشخصية قبل ما تكون في حياة مصر في تاريخ كرة اليد تاريخ كبير لكرة اليد لكن اسمكم يتحفر بندهب لو دخلت نسائيين في نركاس العالم إن شاء الله بإذن الله هو فعلاً زي ما حضرتك بتقول يعني لعبة كرة اليد على مر التاريخ هي في مصر من الألعاب المتفوكة جداً يعني نفسنا إن إحنا نكون من الأجيال اللي هي بتيجي بي إسمها بيتكتب اللهم محدش بينساه إحنا الحمد لله من الأول كل الناس بتشهد لنا إن إحنا جيل كويس وإن يعني لنا مستقبل كبير وإن شاء الله في 20 و 21 هيكون في مين لنا ناس كتيرة يمثلوا مصر هنا ده أكيد فإحنا نفسنا والله إن إحنا إن شاء الله نحقق في كاس العالم اللي جاي ده حاجة نخلي الناس تبتدى تتكلم ليه ما نبقى شبط العالم تاني وإن إحنا نخلي الناس جيل 98 ده يعلم مع الناس كلها إن كل محد على مر التاريخ يذكر الأجيال المميزة يعني يذكر إن جيل 98 ده حقق بطولة عالم إن شاء الله في أسبانيا كمان بره مش حتى عندنا في مصر يكون حققناها بره يعني إن شاء الله يا رب يا تمنى الخير كان طريق محروس ما بيعرفش غير الجد أنا علعبتي مع شخصيا فعارف إنه هو جد الجد قول لي مش هكلمة جوة الملعب لإني جوة الملعب بتاعه وبرى الملعب الوضع شكله إزاي اتعامل بينكم بين كابتو يطاري محروس لا هو فعلا زي ما حضرها قلت هو في الملعب ما بيعرفش حاجة غير الهندوق فعارف في كل الأوقات يعني دايق تمرين ماتشاط كل حاجة لازم تركيز 100% في الملعب لازم كل لعيب يعني هي الكلمة اللي بتتقال دايما كل لعيب يطلع المية في المية بتاعته في طول الوقت في أي وقت يعني لو بنلعب بصلا اللعبة صغيرة في التمرين لازم كله يطلع المية في المية بتاعته برا ملعب لا ممكن في الأول إنه إحنا كنا رسه أول ما تعاملنا مع كابتو نطاري كان في ناس كتير أول مرة تتعامل معاه بس إحنا طبعا كنا عارفين هو الأول من النادي الأهلي دلوقت بتاعتنا خلاص كلنا تأقلمنا مع بعض ولأ بالعكس بقى فيه إنه هو بيحمسنا وفقا بين إنه إحنا دايما بيقول لنا إنه إحنا نقدر وإنه إحنا عندنا وإنه إحنا إن شاء الله يعني هو بصراحة حتة معنوية قليل لما بشوفها يعني مع المدربين إنه هو لأ فعلا كل كل كلامه إحنا ناخد مداليا في كاس العالم فبيخلينا لأ إحنا وصلين في نفسنا حتة إنه إحنا لبقى عندنا إنه إحنا فعلا مش مجرد كلام لأ إحنا نقدر إنه إحنا نعمل حاجة في كاس العالم فهو ينقلنا الروح ديت فبرى الملعب لأ وكمان بقى حتة بقى إنه هو بيشير من علينا الضغط شوية بقى يعني كل ما يشوفنا في تجموه كده يهزر معنا يعزمنا مثلا على حاجة وإحنا نديل يعزمكم أه طبعا أنت عايز تلعب صح؟ عشانهم معنا على التليفون معنا كبتنترق محروس المدير الفني منتخب مصر الشباب موليد 98 مساء الخير يا كابتن طارق يا خير يا كابتن عاودي في موسي خرفت آه على العزوات صح كابتن طارق بجد بتمنيلك التوفيق مرحلة مهمة ومرحلة صعبة بالنسبة يعني كابتن طارق محروس كان رجل كابتني في النادي وفعلا حد جميل وحد ربنا ورفعه بإذن الله وهو ابن من أبنان الأهلي الأكيد وفي يوم من الأيام كان كابتن نادي الأهلي نتمنى له التوفيق بإذن الله مع منتخب مصر الشباب موليد 98 خلينا نتكلم يا كابتن طارق على يعني الاستعداد الجيد إلى بطولة العائلة في أسبانيا والله يا كابتن خالد أولا كده بشكرك وبشكر قناة النادي الأهلي على أنه اهتمت بالمنتخب وبالنسبة ل وبشكر قمول النادي الأهلي طبعا وكل مشاعثين المتابعين للبرامة حضرتك الجميل أولا طبعا حضرتك كنت موجود في الاتحاد الفترة الماضية والتلب اللي كان اختيار المتخب الشباب وكل لنا هدفين نشتغل عليهم إحنا زائما حضرتك عارف أن عندنا كاس العالم في مصر عشرين وواحد وعشرين وأن الاتحاد بيأمل بإذن الله أن على الأقل ستة السبع العيبة من الجيل ده يكونوا من ضمن اللي يلعبوا في طورة العالم في مصر عشرين وواحد وعشرين اللي ينتعلم فيهم عناصر كويسة جدا سهل أن يكونوا السهل أن يتمسر مصر بطولة العالم فده الهدف الأساسي أنت بتديهم خبرات من خلال بطولات العالم ومن خلال المتشاط اللي إحنا هنلعبها يعني يعني نلعب تلات متشاط سويدو تلاتة في فرنسا هدي ستة متشاط وكنا نلعبين تلاتة أربعة بكده وتلاتة في فرنسا هدي عشر متشاط كل دي خبرات ولعبنا بكده في كرواتيا ست متشاط كل دي خبرات بيأخدها اللعيب وبالتالي لما يلعب مع المدارس المختلفة في بطولات كبيرة زي التوت عالم الكبار اللي عشرين واحد عشرين أي واحد منهم وربنا يكون موجود مش يبقى عنده رهبة ومش يبقى عنده قلق لأنه خد الخبرات دي مع وجود طبعا معشقات مع الفرير الأول هتفر معها جدا ده الهدف الأساسي كويس الهدف الثاني إن احنا بإذن الله نفسنا طبعا إن احنا نحقق مدالية لمصر لأن فعلا كورتيليات طول عمرها من الأعاب اللي هي بيها بصمة على رياضة مصرية وأنا شايف إن الجيل ده جيل يعني يعني الحمد لله يشارف مصر وإذن الله بإذن الله يعني هنبدل أقصر موجود إحنا لفترة فاتت تعبنا أول اللي أولاد تابوا فعلا معهم انت عاربا قالت انت عارف يعني إن أنا في التمرين يعني أطر بصراحة طريق هم فهم طبعا فهنا تبعوا تعبوا معي تعبوا جامد هم أتمنى إن هم بإذن الله التعب اللي هم تعبوه ده يعني يكون ليه مرضوط في الملعب لأن فعلا فعلا إن الجيل ده خلالا مرة فرنسا في المعسكة للأخير لقى بصراحة يعني حاجة شرف كل الفرنساوين رحنا الدور فرنسي يعتبر أقوى تاني دور في العالم بعد الدور الألماني ده حيا كل اللي هناك آآ أشهدوا به هم وبإذن الله بإذن الله يكونوا موافقين وهبين عبد عنا بالطبق هم ونعمل يعملوا أقصى مجهود هم كلعيبة وإحنا كجاهز هم وطبعا من خلال برنامجك هم بشكر اتنحاد المصري فعلا ما بخلش علينا بحاجة هم من أول شام نصر شام نصر طبعا كابت المؤمن اللي ماسك لجنة فرق قومية هم وبقيت العظام مجلد الضارة بقى كميعا مش عايزة نصحات تماما لكن مشكرهم فعلا وفروا لنا برنامج قوي جدا هم تماما ربنا سبحانه وتعالى يكون البرنامج ده دو تأثير ويجيب نتيجة كويسة هم فرح المصريين بإذن الله بفتحك باية خلينا بالشكر وخلينا من كل حاجة عجبني يروح اللعيبة انت عارف دايما كنا زمان لما كنا بنتكلم عالة بطولة يقول لك بس يا ربنا يا سهر لكن عجبني اللعيبة نفسها بتقول لي احنا عايزين نوصل لدول الاربعة الطموح موجود واكيد ده طموح اتنقل من حضرتك دي والله كابتن خالد انا اول احدى عدتها مع الفرقة اول ما تعينتك الحمد لله اول كلمة قلتها قلتلهم عصبورة وموجود الغازة يوم محفظنهم ومتطلع عصبورة وكاتب مصر موليد بطلة العالم ما شاء الله بصراحة جميل انا مش جاي عشان اكسب بطولة افراخة الاتحاد مش جايبني عشان اجاب بطولة افراخة يعني الاتحاد جايبني عشان اطلع العيبة يلعبوا في كاسر العالم عشرين واحد وعشرين مجموعة كبيرة منكم وجاي عشان بازن الله نفزي الاخصى مجود عشان نجيب بطولة العالم او على اقل نجيب نقف على المنصة اول تاني او تالي ومن هذا المنطلع الحمد للربنا وفعنا بطولة افراخة انهم كاسبانين خاصة عين بتوت الناشئين دي حقيقة فارق اربع تجوان كسبنا تونس بفارق تمن تجوان وصلنا الحتاشر جون ده طبعا يعني اتقلبت القصة من فصورة الاربع على مكتب تمانية لروح زي المحظوصك شايف الاولاد فعلا عندهم استرار حقيقة قوي جدا يعملوا حاجة هم هم يقولون بيحبوا بعضهم جدا بيحبوا بلدهم جدا عايز اقولك ان احنا يعني بنجمع على مصرات كرة حالية من توتر الامم عايز اقولك ان يعني العاطفة المصرية جواهم يكسر اي فرقة ممكن مش حاسس ان الدوء مش مال يعني مش رايح لكرة اليد بسبب بدوت افريقيا يعني مددائق شوية محدش كتب علينا حتى ان احنا يعني محدش حال ان احنا حتى تصوين اه ولا حاجة حتى قال اي حاجة اه اول واحد تقول حاجة طبعا يعني باذن الله باذن الله باذن الله كلهم يكتبوا بقى كل الاعلامين والصاحبين يكتبوا بعد بطولة العالم باذن الله طار ايوة اه انا اتمنى من ربنا ان باذن الله باذن الله هنرجع منصورين يا رب بكاس العالم اه الناس كنت كلها تكتب علينا وانتا بقى هنقول كل اللي احنا عايزين تقول انت عايز طب خلينا نتكلف اخر حاجة معاك وهي المجموعة بتاعت مصر معانا السويد فرنسا يعني انا سنفتعك كده وقول لي رأيك ايه السويد فرنسا في اتجاه السويد وفرنسا في اتجاه كوريا في اتجاه نيجيريا واستراليا هم الليفل التالت رأيك ايه بص هقول لك على حاجة هو او مبدئيا ان القصة اه بالنسبة لفرنسا دي بطلت العالم للناشتين اللي فات دي حقيق كمام وثاني وثاني بطولة اوروبا فطبعا ان انت تيجي معاك في المجموعة بالنسبة لك انت كمدرب حاجة كويس لان انت لو اه حتلعبها تلعبها بقى بإذن الله في الادوار النهاية كويس تتيجي جنبها تمام بالنسبة للسويد السويد الثالث اه العالم للناشتين هم وخامس العالم في البطولة فاتت للشباب هم تمام برضك فرقة قوية هم برضك مش هتقابلها الا في الادوار لو مزبوط يبقى في الادوار النهاية ودي حاجة كويسة جدا هم كوريا بقى هي المدرسة الغريبة علي هم تخيئة طبعا هم الكوريا هي مدرسة من المدارس اللي حضرت في الفرقة فرقة انتخب مصر البطولة فاتت هم في الناشئين اه عملت اه شغل كويس هم مع الكابتن باس وموطلها التانية مجموعة هم قابلة اليابان اليابان وكوريا ليهم مدارس في اللعبة احنا ما مش متعودين عليها هم ونلعبهم قليل جدا ما بين ما بين قابلهمش اللا مرة واحدة هم في اي بطولة المدرسة اللعبة بتاعتهم ما احنا مش متعودين على استقر هم والحمد لله ربنا رفنا بمجهود الكابتن على السيد رئيس رجل فرق قومية هم انه يدري يجيب بينا مطش مع اليابان في فرنسا هم والمطش ده كانت مهم جدا ان كوريا بصلت اسلا هم واليابان الثاني فان الاثنين نفس المدرسة والاثنين اللعب والمطش ده اه كانوا مباراة قوية وخلص اكترا تايم ويعني المدرسة عرايبة من بعد والشغل قريبا فانا الحمد لله بالتوفيق مع ربنا ومجهود الكابتن على السيد اللي بشكره طبعا على كل البرنامج اللي عامل هن اه قدرنا نجيب المطش ده ففرقة كوريا بإذن الله هتبقى المطش يعني ايه اه ليه احتباته و وعملين له احنا كجهاز شغل معين في الملعب بإذن الله الاولاد حنحففزو كويس انا عملنا شغل اه شبيه اللي شغلوهم بس حنحففزوهولهم بإذن الله أثناء البطولة وربنا يكرمنا بإذن الله بالنسبة للنجير احنا هابتناها بطولة افخة فرقة مستهلة على الفكرة خالد يمكن احنا كتبناها جامع كتير بطولة افخة لكن اه فرقة اه عناصر قوية جدا بدنيا ينقصهم الاحتكاك القوي فاعتقد إن الحمد لله ان انا بقبله تانى مباراة في البطولة مش هيكون لست خاد على اه في المباراة في الاول كانت مهزوزة من مباراة المباراة بدت تتدرج ومستوى اظهر فبإذن الله احنا عندنا شرائعة كتاب المطسلات اللي فاتت وعندها هنشوف أول مطش ينفل بطولة العالم وهنشتغل عليه أما بالنسبة لإستراليا الإستراليا طبعا مجهولة جدا لكن الحمد لله معنا واحد محلل بشكوره هو كابتل محمد ثرمان عالمي يعني حاجة جميلة جدا في تحليل قدر أن هو بشغل التقوب أن يقدر يجيب لنا مطشات لإستراليا وفعلا نحن عملنا شغل معطعينه على إستراليا والحمد لله هنشتغل عليها قبل المطش بتاعهم عشان ما نشتغلش الأولاد ونشتغل شغل الطبيعة بتاعنا كلمة أخيرة من كابتن طريق محروس قبل السفر إن شاء الله لبطولة العالم وإذن لا ترجع منصورين مكبورين بإذن الله بما ديليها تقول إيه لجمهير المصلية وجمهير الناد الأيف سافة خاصة قبل ما أقول حاجة لجمهير المقصية تنح لي بس أشكر جهاز الفن بتاعي مع كابتن هني فخراني والكابتن عمز يوري ده جهاز بصراحة يعني يستحق وهو حالية مدرب متخب مصر للحراس والتلاتة بصراحة ما أستروش معي وهو كابتن سريمان ما استعبت جدا جدا وبقول يا رب يعني يدينا على قدة تعبنا كلمة أخيرة بقولها الجمهور كرتليات في مصر إحنا تعبنا أو مش إحنا تعبنا الأولاد تعبت لإن أنا شغل صعب أول معي اللي بيشتغل معي يتعب عشان يوصل للمرحلة اللي هو عايزة الحمد لله الأولاد تعبت أتمنى منكم أن أنتم تتعولهم يا رب عشان ربنا نرفهم لأن التعب اللي هم تعبوهم محتاج فعلا نتكلم بإنجاز بشكر حضرتك وبشكر فنات النعناة للأهل وبتمنى من جمهورنا للأهل إن هو يدعينا وبتمنى من كل جمهور مصر إن هو يدعينا لأن البطولة دي مهمة جدا قبل بطولة العالم عشرين واحد وعشرين لأن هم دول الجيل اللي حيلعب في هذه البطولة ولازم بإذن الله يعمل نتيجة كويسة عشان أم يخش على البطولة عالم في مصر عشرين واحد وعشرين يعمل نتيجة شرحة في كل المصريين إحنا محتاجين أنتصارة كبيرة في كل تياد وإحنا أقرب لها بهذا الجيل بإذن الله بإذن الله كابتن طارق بإذن الله ترجع بإذن الله بكاس البطولة بس وعد من حضرتك إن شاء الله ما دلي إحنا أول ناس لأنه تعرف أول ما بيحصل فيه فرح كل الناس تجري على الفرح فإحنا هو من التفقيم الأولى وعد يكفي أن أنت جبتنا ومكلمت معنا وعرفت الناس كورتي ده تراحة فين والمتاخل تراحة فين بإذن الله بس لدعوتك إن نحن نسمنا وأوعدك لو ربنا نصرنا نصرة كبيرة بإذن الله أول حاجة بإذن الله بكاسيك هتطارق وكل التنميات طيبة بطولة بكاسي بطولة صعبة جدا والتنافس أصعب مع حميد نادي ومنتخب كده كده حميد جن طبعا كويس جدا يعني هو يعني طول ما هو وروايا بيعاليني أنا وطول ما هو معي بيحسسني طبعا يعني أنا متطمن يعني أنا متطمن معي مع الجن جامد أنا في أي وقت لا قدر الله مثلا مش كويس في المباراة يعني مش ماشي معي كويس هو طبعا كده كده موجود بيشيل حطها في أفريقيا اللي فاتر كان معي ويعني هو هو مواليد ألفين آه مواليد ألفين كده بس فهو يعني بني حمي بني حمي يعني فكده كده كده فيه منافسة هو يعني هو اللي بيعاليني يعني أنا مثلا أنا أنا بتعلم منه حاجات يعني أنا بمعاه على طول وبص عليه أي حاجة أي حاجة بتعجبني فيه أنا بحاول بتعملها طب خلينا نتكلم بقى شوية على الناد الأهلي ولا يا رأي كان رادي صح يعني كفاء منتخب نتكلم على الناد الأهلي ودخلكم للفريق السندي بإذن الله فريق الدرجة الأولى بعد سلسرة من شوية من الإخطاقات أو الخسارة شايفين الأجواء شكلها ازاي والتموز شكله زي عدوكم وطبعا الحمد لله أول حاجة أن احنا دخلنا يعني مع الفريق الموسم الجديد شوية الدنيا كانت صعبة لأن القائمة نزلت في الاتحاد نزل القائمة للـ 18 لعيب بس يعني كانت الدنيا صعبة أن احنا نكمل مع النادي الحمد لله أن أنا وطهة وكاستيلو مكملين مع النادي ممكن الموسم اللي فات كانت يعني شوية اخفقات كده جات للنادي الأهلي بس ده طبعا مش الطبيعي بالنسبة للنادي الطبيعي داخل داخل الحمد لله احنا معجلنا نادي يعني أخذنا الدور السنادي من خمسة دوري تقريبا أخذنا أربعة فإحنا وغدين على روح المكسد الحمد لله يعني إن شاء الله عارفين قيمة أن احنا بنلعف النادي الأهلي الحمد لله يعني خدنا خطوة كويسة إن إحنا موجودين مع الفريق الخطوة الأهم بقى إن إحنا إن شاء الله نرجع إن إحنا نحاول نساعد على قد ما نقدر يعني إن إحنا نساعد الفريق بإذن الله نكسب البطولات اللي هنشارك فيها السنة دي حتى لو بنسبة مشاركة مش هكون كبيرة لأن إحنا لسه أول سنة يعني لنا بس إن شاء الله إن إحنا نحاول على قد ما نقدر إن إحنا نساعد يعني بإذن الله بصراحة الضغط العسب اللي عليكم بعد دخولكم الدرجة الأولى هيبقى ضغط أكتر كتير من شايفوه إزاي وفعلا نحن حسين مجرد بس ما مضينا مضينا مجرد بس ما مضينا فعلا العقد حسين إن الدنيا اختلفت وحسين إن لأ دخلنا في حتة تانية خالص بعد كده شوية لقينا إن صفحة النادي الرسمية بتنزل صورنا إن التلات لعيب كل حاجة فعلا كل حاجة بتختلف حمل كبير وفعلا فكرة إن إحنا قبل كده بنفضل نتكلم على قدين دي الأهلي ده شرط بتاعته كبيرة لأ كمان لما بقى فريل الأول موضوع مختلف تماما حاجة مختلف مليون في المية نتمنى فعلا إن إحنا نكون قدها وإن إحنا إن شاء الله نشارك استنادي إحنا متحمسين بشكل إحنا لما نتكلم مع بعض أنا وطه وعمر كستلو لما نتكلم إحنا بتاعته مع بعض متحمسين بشكل إن الموسم يبدأ وإن إحنا إن شاء الله نعمل حاجة مع النادي الحمد لله الحمد لله طبعا ده توفيق من ربنا إن إحنا موجودين في النادي الأهلي حاجة جميلة جدا وروح جميلة عجباني جدا روح طه وراضي فعلا هي دي الروح لعيد ندي الأهلي إن طلع طبعا أصم يعني الفترة الفتت دي يعني 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 سمع كتير كتير في النائف حتى في مصر كلها في العالم في العالم عمل بتصوص عالم قوي أخي بتوبتها طبعا عمل بتوبتها عالم محادي يعني يعني حدش كما توقع كده بس هو طبعا أصم أخويا طبعا كده كده بتعلم منه كل حاجة منه أنا صغير يعني هو معي منه صغير حتى ما كنت بتصعد معاه في فرقة 96 كنت ببعده أفضل معاه وكان يعني إحنا الاثنين صحب جدا وكمان الفرق السنين بيننا وبين يعني بعض ولا يلف في الاثنين بس ففي يعني شايف ان الفرق السنين ده كويس بالنسبة الحراس مرمى نادل أهلي نوع 1-96 وانت 98 وحمايد 2000 شايف ده قولك كنت محتاج جون خبرة يبقى يعني يعني أنا مش يعني طبعا عصام كده كده العصام خبرة يعني تراني 40 عشايف طبعا إن شاء الله أنا إن شاء الله أنا وإن شاء الله نظهر بشكل كويس حتى عصام الخبرة يعني اللي فينا حتى حميد السعام معا إن شاء الله بإذن الله jag عصام الخبرة اللي فينا إن شاء الله نقدر نستعى بعض و أي بإذن الله أنا متأكد خلي بالك أنا أتكلم بصراحة شديد حراس مرمى نادي الأهلي التلاتة ماشاء الله عليه هل يعني نتكلم بصراحة عصام الطيار عبد الرحمن طه عبد الرحمن حمية المنافسة قوية جدا لكن هم قد المنافسة هيكون بإذن الله سمام أمان في النادي الأهلي وجود كابتن ياح يوسف في الجهاز أو وجوده المدرب العام ده تديكوا طمأنينة لأنه هو المدرب بتاعكم من كذا سنة مختلف محظوظين طبعا محظوظين بالنقطة دي بالذات نحن محظوظين فيها يعني بصراحة كابتن ياح يوسف مسكنا من ثلاث سنين أخذنا معاه الدوري ومسكنا كمان السيزون اللي فات دوت يعني مسكنا موسم باكه موسم مشي وأكام جري جعلنا لنا تاني الموسم اللي بعديه الحمد لله المرتين اللي هو مسك فيهم اللي هو مسكنا فيهم الحمد لله قدرنا أن نحن ناخد الدوري خبر جلنا كده يعني كان بالنسبة لنا شبه مفاجأة لقينا على النت مكتوب ده لسه كان في الموسم اللي فات كابتن ياح يوسف بقى مدير فني للفريق الأول استعبلت الخبر بزي أول حاجة عملتها أنها بصراحة كلمته في التليفون يعني أنا بعيد حتى عن أن احنا نكون موجودين أو لا أنا فرحت له جدا لأنه فعلا يعني معاملته مع العيبة وكمان في الملعب أنا كنت شايف أنه فعلا يستحق أنه يكون موجود في مكان زي دوت زي ما حضرتك قلت هو طمأنين لدينا بشكل كبير لأن احنا داخلين على مكان جديد يؤتبر علينا فهو هيبتدي يدينا حتة الأمان أن نحن نطلع للي عندنا هو طبعا عارفنا وعارف كل واحد إمكانياته وإيه فهيدينا الحتة دات أن نحن نقدر نطلع إمكانياتنا ونتأقلم في أسرع وقت عشان مصلحتنا وعشان مصلحة الفرق أنت بالذات العائلة كلها هندبول أخواتك هندبول ما شاء الله كلكم هندبول قل لي في الأسرة جوة بقى مع بابا كده وانتوا قاعدين مع كابتر راضي بتقعدوا بقى تتكلموا في الهندبول أو أنت تقولوا شكرا أنه لا يوجد هندبول كيفية عليا فيه بيكون فيه بس يعني 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 بنسبة كبيرة هزار مش اللي هو الجد وكده الحمد لله أنا ورانا وإسلام إحنا التلاتة بنلعب في النادي الأهلي واحد ثلاثة في المنتخب يعني وبابايا طبعا هو بقى المترقصنا في البيت كل حاجة أنا بس أنا عملت مطش وحش النهاردة رانا باك وإسلام هوفوينج واخدين نصف الملعب كويس نقض بقى في البيت مثلا أنا عملت مطش وحش هو يقول يتفرج على كابتر إسلام فرق كابتر رانا بتعمل إيه فأخدين على الحتة دي أنا شايفة الصراحة حاجة حلوة يعني دايما بلاقي حتى دايما حتة البيت دوت اللي هو الأمام بقى كله إن أنا لما أجي أحكي مع حد لما بحكي لأ كله فاهمني وبيساعدوني يعني أنا أكبر واحد رانا إسلام أصغر مني لما أجي أتكلم عادي ممكن أتكلم مع إسلام أصغر مني باربع سنين قاعد أتكلم معي فيه كذا 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 نقسم كذا فهي حتة مريحاني شوية ممكن بس يفيها سنة زهق إنه كل حاجة هنرول طيب خلينا نتكلم على مستوى العالمي أكيد فيه العيبة الكبار بيكونوا في الزاكرة معاك طول أننيت سيكون زيادة مين مساكد أعلى؟ بصلاحة خارجين أو داخلين ما عنديش مشكلة خاصة فيه طبعا في فرنسا كربتتش يعني آخر ست سنين هو طبعا يعني مقتصح يعتبر كل حاجة فيه بقى دلوقتي ظهر مثلا الفكرواتي يا سندريتش في متابع للدولية آه في النرويج ساجوسين كلهم لعيبة كويسة بس أنا يعني أنا بحب هو مثلا كربتتش اللي هو حاجة كبيرة لأنه ابتدى حقق كذا مرة حصل لعيف العالم وكه بس دايما بحب أن أنا من كل لعيب ابتدي أخد حاجة ده مثلا عنده حتة الفنتات أسرع ابتدى أخدها منه وواحد بشوت سبتات كويسة كده تمام يعني الأمور كلها دخل على فرنسا خلينا في فرنسا مين ما ساكر على كابتر عبد الرحمن تخلي العودي طبعا يبقى أنت كده لا فعلا بتتفرج على دوليات العالم وكه طبعا الدورة في فرنسا طبعا يعني ممتبأ جدي جدا والدورة ده المهنة شوية بتتفرج على دي شوية وطبعا دورة الأطفال شمس دي بتتفرج عليه يعني طبعين عطول الشمبز دي عطول حتى حتى في المعسكات برضو منهين الشمبز دي ده بتلايب ولا حجة كلهم نروح نصفر عبد الرحمن طائمة هنشوفه بلعف الشمبز دي بصراحة إن شاء الله كده ناوي ناوي تحترف طبعا إن شاء الله يعني أي حلم لا يحد اللي هو يحترف طبعا خطوة كويسة دي خطوة كويسة يعني يتقدم يعني خطوات كتير حتى في بلده أو يعني نسمع نكتب باسم مصر حتى برا في أوروبا يعني زي الكبت الكريمين دي وطبعا نسمع طبعا في دولة اللي يشمز لكله ناس كتير وعندها كتير بتتخلين عليه دلوقات اللي غيروا الواحد نفسه طبعا يحترف إن شاء الله خطوة اللي جاية يا رب إن شاء الله عايزة تقول كلمة أخيرة لجمهور نادي الأهلي واتطمنهم على المرحلة اللي جاية بقول لهم إن شاء الله الصنادي نتظروا مننا حاجة كويسة نعوض نعوض اللي احنا يعني الخفوهات اللي احنا عملناها سنة الفاتت إن شاء الله هنلعب تقابة تلاتة دل السنة دي إن شاء الله ناخدهم يا رب ويبقى خطوة جديدة في الناد الأهلي وبداية جديدة للسنين دي جاية إن شاء الله بإذن الله يلا راضي كلمة أخيرة لجمهور إن شاء الله هنديهم ثقة فينا إن إحنا لسه لعيبة شباب ونظرة ديت إن إحنا لعيبة كبيرة وقد المسؤولية بإذن الله ببطولة العلم اللي جاية بتاعتنا بتاعت الشباب دي إن شاء الله هنرجع بحاجة كويسة وإحنا على المستوى الفردي عشان النادي الأهلي يطمن علينا إن شاء الله كل واحد فينا هيعمل بطولة كويسة على قد ما يقدر هنديهم الثقة ديت وإن شاء الله هتبقى سلما نصالح بها الجمهور إن شاء الله وهنحقق كل اللي إحنا نشارك فيه بإذن الله يا رب بإذن الله نورتوني وشرفتوني بجد مبسوط أننا كنت معهم النهاردة وهم كانوا موجودين معايا أحمد راضي عبد الرحمنطة فعلا الروح والحماس والإصرار عندهم موجود بإذن الله يكون موسم مختلف استثنائي للنادي الأهلي في السنة اللي جاية بإذن الله وفي نفس الوقت نكون معاهم ومتابعينهم في بطولة العالم في أسبانيا من 16 ل28 بإذن الله نتمنى لهم التوفيق وإن شاء الله بإذن الله يعملوا مديلية زي ما هم قالوا يلا بينا نطلع على فاصل ونستقبل برضو نجمع الطريق ونجم كبير عندنا بإذن الله في كرة تستلى في النادي الأهلي